وكيل الوزارة بالسويد أو سكرتير الدولة ستات سكرتير رام طلع حرامي سمك أو فينا نقول عمي ستات سمك بطريقة غير مشروعة سمك الأول المهدد بالانقراض واللي هو ممنوع صيده في أوقات وأماكن معينة ويمعلم لما كبست عليه دورية التفتيش قال لهن هالأقفاص ملا إليه وما دخلني ومرة تانية كذب عند الشرطة كمان بالتحقيق قال لهن هالأقفاص مقلي وما أنا اللي كنت عم بصطاد ولكن بعد فترة حس أنه القصة هتكبر فخاف وراح اعترف أنه هالأقفاص الصيد إليه الخبرية بعد ما خلصت كل هالحكي بكوم وأنه رئيس وزراء السويد طلع في مقابلة تلفزيونية وقال أنا كنت بعرف وكان مخبرني ومع هيك تم تعيينه وكيل للوزارة في السويد سكرتير الدولة لو حدا مواطن عادي عم يصطاد بطريقة غير مشروعة كانت حاكم هذا النوع من السمك مهدد بالانقراض وقصة كبيرة وهلأ فاتحين تحقيق أنا شخصيا بظن أنه وكيل الوزارة بعد فترة حيطلع يستقيل أو بتم تعيينه في مكان آخر ولكن بيبقى ضمن الحكومة تشكيلة الحكومة السويدية أنتوا ش رأيكم بيصير بوكيل الوزارة؟